أما ألمانيا فرفعت مستوى التأهب بموجب خطتي الطريقة بشأن تأمين إمدادات الغاز للدرجة الثانية مما قرب البلاد خطوة من التقنين عقب انخفاض بنسبة 60% في عملية تسليم الغاز من روسيا عبر خطة نبيب الغاز نوردستريم تشمل خطة الطوارئ ثلاث مستويات يعد مستوى الإنذار والذي تم الإعلان عنه حاليا هو المستوى الثاني في هذه الخطة وسيكون مستوى الطوارئ هو المستوى الثالث وفقا للخطة هيكون في اضطراب في إمدادات الغاز أو زيادة استثنائية في الطلب على الغاز مع مستوى الإنذار اللي تم الإعلان عنه مما يؤدي إلى تردي كبير في وضع الإمداد بالغاز ولكن السوق لا تزال قادر على تجاوز هذا الاضطراب أو هذه الزيادة في الطلب وزير الاقصاد روبرت هابك أهل كمان في مؤتمر صحفي نحن نواجه أزمة غاز الغاز أصبح الآن سلعة نادرة أشار أيضا إلى أن الحكومة ستكون قادرة على دعم الجهات الفاعلة في السوق لمواجهة الأسعار المرتفعة ترجمة نانسي قنقر